بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري بعض الأخوة والأخوات يسألون هذا التساؤل المحير هل نبقى ونستمر نضحي لشخص هو لا يقدر تضحياتنا هل نبقى نتعب لشخص هو لا يقدر تعبنا علماؤنا العلام يجيبون على هذا التساؤل بشقين أولا إذا كان هذا الشخص يستحق يبادلك التضحية يقدر تعبك فإذا أنت كذلك ابقى مستمرا معه في التضحية وابقى مستمرا معه ولو كنت متعبا في العطائلة ولكن العلماء أيضا يذكرون شرطين الشرط الأول ليس على حساب صحتك يصل الأمر بأنك تنهك نفسك وتهلك نفسك وتدخل في أمراض وعلل إلى غير ذلك لنفسك عليك حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يعني استمر لنقطة معينة والباقي على الله سبحانه وتعالى والأمر الآخر ليس على حساب نفسيتك في بعض الأحيان نضحي ونتعب أنفسنا ويصل الأمر بأن نشعر بالكآبة والحزن والهم والقلق والاضطراب ويؤثر هذا الأمر على الصلاة والصيام والعبادة والعلاقة مع الله وهذا نقول والله هذا من باب التضحية ومن بابان هذا الشخص أتعب له وهو يستحق التعب لا طاعة للمخلوق على حساب الخالق إذا وصل هذا التعب أن يفسد علاقة مع الله يفسد صلاة وصيامي ويجعل نفسيتي بعد ما أستطيع أن أتحمل وربما أخرج عن أخلاقي وديني هذا ليس بصحيح فإذن كما يقول علماؤنا الأعلام أولا إذا كان يستحق التضحية ويقدر التضحية ويبادلك هذا الأمر فابقى مستمرا معه وهذه التضحية عفوا الإيجابية تسمى بالتضحية الإيجابية أما هناك تضحية أخرى فتسمى بماذا بالتضحية الغبية هناك تضحية ذكية وإيجابية وهناك تضحية سلبية وكذلك غبية أجلكم الله كيف عندما تجد أن المقابل من مرة مرتين ثلاث لا يقدر تضحياتك ولا يبادلك التضحية أبدا هو أناني هو باللهجة العامية مصلحتي ولو كان زوجا كان ولدا كان أخا أي كان من الأهل والمعارف والأقارب ما عدا الأم والأب هذا يعني إن شاء الله لهما مقطع فيديوي آخر أما إذا كان هذا الشخص نعم هذا الشخص في التضحية الغبية عندما تضحي له لا يقدر أبدا هذه التضحية ولا يبادلك التضحية ولا يقدر تعبك فهنا عليك أن تقف فورا فورا لماذا؟ لأن هذه التضحيات سوف تؤثر على نفسك وعلى دينك لأنك سوف تحول منه إنسان طاغية طاغية وكيف تكون الفراعنة وكيف تكون هؤلاء الفراعنة والطغاة الذين هم ولدوا بهذه الصورة يأخذون ولا يعطون هذه القاعدة يأخذ ولا يعطي هكذا إنسان لا تتعامل معه بالتضحية وبالتعب فهو لا يقدر أبدا وعليك لزاما أن تنقطع عنه وأن تقلل من ذلك جدا حتى يشعر بذلك إحد الأخوات تقول بأنه أنا يعني أخذ دور الآب والأم في البيت وأنا أصرف على البيت لأني موظفة وإلى غير ذلك وأضحي بكل شيء ضحيت بصحتي وضحيت بحياتي وبراحتي وإلى غير ذلك وزوجي لا شأن له يعني أتى يوم من الأيام يريد هو أن يذهب ويستلم الراتب الذي أنا أملكه فطبعا هذا يعتبر من التضحية الغبية وهذا تصرف غبي وهذا التعب يعتبر تعب يعني كالسراف هواء في شبك لذلك منعناها منعا تاما بأنك تذهبين وتعطينا الراتب كلها أو أنك تمشين وراءه دائما وأبدا على أساس أن هذا من باب طاعة الزوج هذا غباء وليس من طاعة الزوج أبدا إنما هذه معصية لأنك حولت هذا الشخص إلى وحش تام إلى أجلكم الله حيوان تام ينظر إلى الناس كفرائس ينظر إلى زوجته وعياله فريسة من الفرائس يجب أن يفترسها ويأخذ منها كل شيء من دون مقابل من دون مقابل فإذا هذه المرأة تضحيتها تضحية ليس بالصحيحة لا يجب أن أكون في طاعته إذا جبرك أصلا إذا أجبرك على معصية الله يجب أن لا تطيعي أبدا وأن لا تسايريه أبدا على حساب الله سبحانه وتعالى وأن لا تتعب عليه إذا كان لا يقدر هذا التعب وخصوصا هذا التعب ظهر بعد ذلك على أولادك وعلى أهلك وعلى صحتك وإلى غير ذلك بين قوسين الله سبحانه وتعالى يقول لك ليس لك آجر عندي لم أأمر بذلك لم أأمر بذلك الشخص هذا لا يستحق فعامله بما يستحق لا أكثر ولا أقل الإيثار يأتي مع أهل الإيثار الذين يستحقون كذلك التضحية تأتي مع أهل التضحية التعب يأتي مع الذين يقدرون التعب ما عد ذلك الشخص عليك لزاما أن تشعره بأخطائه وتشعره بذنوبه وبمعصيته إذا رأيت منكرا النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره ماذا بيده إذا لم يستطع فبلسانه فإذا لم يستطع فبقلبه وهذا الشخص يفعل منكر بأنه ماذا ناكر للمعروف النكران للجميل والنكران للفضائل فضائل الناس عليه وجميل الناس عليه هذا خلق سيء بل من أرد الأخلاق وأرد للأخلاق فلان يسوي يا أعمال جيدة ما يقدر تعبك ما يقدر تضحيتك هذه من أرد للأخلاق الأمة نكرت نكرت جميل رسول الله نكرت تضحيات رسول الله فقامت بقتل ابنته وقامت بقتل أولاده لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ كان يؤدي رسالة إلهية يؤدي الرسالة الإلهية هو لم يؤدها لأجلهم بما هم ولكن كان يؤدي الرسالة الإلهية وقبل بهذه التضحيات لماذا؟ لأمة سوف يأتون بعد ذلك وعلى كل حال هذا بحث آخر فإذن الشخص الذي ينكر تعبك وينكر تضحياتك عليك لزاما أن تقف وقفة يعني إنسان ملتزم يعرف الشريعة بأنه رأيت منكرا منه وهو على معصية على إساءة على خلق سيء عليك أن تنبه يا مناس لم ينبهوهم على أفعالهم السيئة على أخلاقهم السيئة الزوجة لم تنبه زوجها والأولاد لم ينبهوا أباهم إلى غير ذلك وبعد ذلك العائلة كلها وقعت في معصية الله وكلها وقعت في مسألة الحقد والأنانية والضغينة والمشاكل إلى غير ذلك فإذا على كل حال الأمر ينتهي عند علمائنا الأعلام بين تضحية إيجابية وتضحية سلبية بين تضحية ذكية مرضية عند الله وبين تضحية حشاكم يعني غبية ليس من ورائها أجر أبدا بل إن فيها إثم لأنك تساعي الشخص أن يزداد سوءا وأن يزداد رذيلة وأن يزداد أنانية من دون أن تصلحه برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر